طورة حقيقية سوف تمهد الطريق حتما نحو بناء عهد الدولة الموثقة لالتزاماتها مع المجتمع اسمحوا لي سيد رئيس الحكومة المحترم لقد وضع المغاربة يوم اقتراع 8 سبتمبر في لحظة سياسية دقيقة ثقتهم تمين في هذه الحكومة وهم على أمل أن تكون حكومة أمينة على حقوقهم حكومة متينة في الدفاع على طموحات فئات عريضة من المجتمع لم تنل حدها بعد في التنمية والإنصاف إن اللحظة السياسية الرهنة بما تعرفه من تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة تجعلنا نطيل التفكير بل ونعمق الحوار العمومي الجاد والمسؤول الجاد والمسؤول في القضايا المجتمعية الملحة وكل مقومات النهوض والإقلاع التنموي متوفرة لدينا اليوم ونحن لها أكثر من أي وقت مدى مدعومة بتكامل نظامنا السياسي واستقرار مصار البناء المؤسساتي والدستوري ونج التجربة الديمقراطية وهنا نشيد بالبرنامج الحكومي والذي تحيز بشكل واضح للمقاربة الاجتماعية في الأداء العمومي معلنا عن مجموعة من الإجراءات أهمها تعميم التغطية الصحية لأكثر من 22 مليون من المغرب سيد رئيس الحكومة المحترم لقد خل فواقع الوباء القصي الذي اجتاح بقاء العالم حالة من اللايقين والريبوة في المستقبل الصحي والاجتماعي للبشرية جمعاً وبلادنا لم تكن استثناءاً في هذه الأزمة الصحية التي أيقظت كل أشكال الشق في المستقبل وحرقت نماذج التفكير والمبادرة فيما يخص تعزيز أكبر لأنماط الحماية الاجتماعية التي تمس فئات عريضة من المجتمع المغربي وخص بالذكر القطاع الغير المهيكل والتي تؤكد كل إحصائيات بأنه يشكل أكثر من 30% من اقتصادنا الوطني سيد رئيس الحكومة إن بلادنا منذ الاستقلال عمدت إلى مواكبة الرقم العالمي في مجال الدعم الاجتماعي بخطوات بطيئة جعلت للأسف فئات كثيرة غير مستفيدة وفي حالة هشاشة إن هذه الأنظمة تتثم للأسف بطابعها المشتت والمحدود وغير المتكافر أما نظام تأمين الإجبار الأساسي عن المرض فهو لا يغطي سوى 40% من السكان ناشيطين المشتغلين وتبقى 60% منهم محرومون من الحماية الاجتماعية وتشكل هذه الفئة سيد رئيس الحكومة محترم إن المبادرة الملكية في هذا الورس تزاولون نشاطا خاصا قد كان هذا الإجراء الذي دشنت به الحكومة عملها بيروقراطية التي تفق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة إصلاح المدرسة العمومية هذه المحاور الثلاثة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية ثم حرص الدستور في فصله الحادي والثلاثين على إلزام الدولة بتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساعدة والمساعدة والعصري والجيد السياسي فيما يتعلق بالمدخل السياسي لم نستوعب بعد كيف سيتم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية باعتماد مرجعية سياسية ليبرالية محكومة بمنطق اقتصاد السوق وبالمقاربة الليبرالية المحافظة فهل باستسلام الحكومة في أول قانون مالية لولايةها للتوازنات المالية ستتم تقوية الدولة الاجتماعية؟ لا نعتقد ذلك وقد رأينا كيف تنصلت الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إعادة التوازن الاجتماعي من خلال مواجهة الاتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية والذي اعتبر كإجراء أساسي من إجراءات الدولة الاجتماعية إن استسلام الحكومة أمام التوازنات المالية النقدية على حساب التوازنات الاجتماعية الإنسانية يؤكد غياب الوعي السياسي بأولوية البعد الاجتماعي في الأداء الاقتصادي وعدم استحضار المفهوم الجديد لنظرية رأسمال البشر الذي يعتبر النفقات الاجتماعية استثماراً استراتيجياً حقيقياً وليس استهلاكاً غير منتج يزيد من الإنثاق العمومي ويتقل كاهل الميزانية العامة للدولة كما أنه من غير المنطق أن نعزز أسس الدولة الاجتماعية في ظل استمران نفس السياسات العمومية ولا نحدث معها قطائع خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وهي سياسات أظهرت محدوديتها ودع النموذج التنموي لإحداث القطائع الضرورية معها فيما يرتبط بالمدخل المؤسساتي لا يمكن للحكومة أن تدعم ركائز الدولة الاجتماعية بالإجراءات الواردة في البرنامج الحكومي وقانوني المالي لسنة 2022 لأنها استمرت في تبني نمط المساعدة الاجتماعية العينية من خلال عملها بالدعم المالي المباشر الأسر الفقيرة، الأطفال المتمدرسون، المسنين بدل التفكير في وضع إطار مؤسسات متجانس يمكن من التفعيل الأنجع لمشروع الحماية الاجتماعية الموسعة الذي أطلقه جلالة الملك فالدولة الاجتماعية هي دولة المؤسسات الاجتماعية ولا يمكن إحداث القطيعة اللازمة مع السياسات الاجتماعية المحدودة إن لم نقل الفاشلة إلا بإجراء إصلاح مؤسساته أصبح يفرض نفسه في المجال الاجتماعي خاصة تحت تأثير دداعيات الجائعة فالواقع أن المؤسسات المتدخلة في المجال الاجتماعي اليوم تشهد في الكثير من الحالات تعددًا مفرطًا في البنيات والهياكل وتضاربًا حادًا في الاختصاصات والمهام وتشتتًا غير مبررًا في البرامج والمشاريع والتمويلات وفي كثير من الأحيان لا تعطى تقييمات نهائية لها إن الأمر يقتضي عاجلًا معالجة هذه الاختلالات المؤسساتية التي أصبحت عائقًا أمام الارتقاء بالعمل الاجتماعي العمومي بفعل غياب التناسق والالتقائية وهو ما لا يوضح لا البرنامج الحكومي ولا قان الميزانية أي أهداف له ثالثًا ما يتصل بالمتدخل التدبيري لا نفهم كيف ستعزز الحكومة ركائز الدولة الاجتماعية بسلوكها الانفرادي في اتخاذ القرارات كل القرارات التي اتخذت مؤخراً تتخذها حكومة أو وزراء لأنفسهم بدون حوار اجتماعي بدون تهيئ رأي العام لهذا العمل المغرب له تراث كبير في تدبير الكثير من الملفات طريقة تهيئ الميتاق الوطني للتربية والتكوين الحوار الوطني حول إعداد التراب النموذج النموي كلها تهيئ الرأي العام والفرقاء كلهم إلا القرارات الحديثة أصبحت تفسر بعد اتخاذها لم تأخذوا السيد رئيس الحكومة بمقترحات المعارضة ورفضتم بشكل ممنهج ودون مبررات مقبولة تعديلات التي تقدمت بها من أجل تقوية الدولة الاجتماعية فيما يتعلق بمراجعة في تقوية دولتهم الاجتماعية إن دولة الاجتماعية في جوهرها هي دولة دعم عنصر التوازن في البنية الاقتصادية من خلال دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ولا تسعى مقرارات وآلية الحكومة إلا مزيد من تفقرها وفي البنية الاجتماعية خلال دعم الطبقات الفقيرة والوسطة لا نجد أي برامج قطاعية لتوسيع قاعدة الطبقات المتوسطة هدف الدولة الاجتماعية أن تتوسع الطبقات المتوسطة وليس تستبيط الطبقات الفقيرة في مكانها أو إلحاق جزء من الطبقات الوسطة إليها الدولة الاجتماعية أيضاً في جوهرها هي دولة الإدماج الاجتماعي ومن خلالها إدماج كل الفئات النساء الشباب الأطفال الأشخاص في وضعية إعاقاء المسنون للأسف إجراءات الحكومة تجاه هذه الفئات ضرفية ومحدودة ولن تسعد في إدماجها الحقيقي اجتماعياً واتنموياً الدولة الاجتماعية في جهرها هي دولة الخدمات العمومية الأساسية لجميع في مجالات الصحة والتربية والشغل والسكن والنقل للأسف الحكومة لا تقدم إجراءات طموحة فيها جن بل اكتفت بالاستمرار في نفس السياسات القائمة لم تضاعف السيد رئيس الحكومة لميزانيات الاجتماعية الأساسية واكتفيتم بزيادة متواضعة في الميزانيات القطاعية للصرحة والتربية السيد رئيس الحكومة لقد انحازت الحكومة لإجراءة وسياسات عمومية تقع على النقل من طموح الدولة الاجتماعية وفضلت بحكم المرجعيات السياسية للمكونات المشكلة لها فرض سياسات الليبرالية محافظة إقصائية ولذلك لا يسعنا من موقع المعارضة إلا أن ننبه الحكومة إلى ضرورة تدارك الأمر تفادياً لأي عواقبة كيفما كانت أو توترات اجتماعية محتملة واليوم ونحن حضروا هذه الدورة في أكثر من خمسين إقليم هناك تظاهرات على قرارات حكومية لا يسعنا إلا أن نؤكد على أن الدولة الاجتماعية في العمق هي المؤسسات القوية العادلة والمجتمع الحداتي المتضامي في الختام ننبه مرة الحكومة إذا كانت صادقة في شعارها حول تدبير الدولة الاجتماعية أن عليها أن تلتقط إشارة جلالة الملك في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2020 حين دعا جلالته إلى إقرار التعاقد الوطني وأن تشكل عاملاً حقيقياً للتعبئة الجماعية والتغيير الاجتماعي الهادئ والسلام عليكم شكراً سيد رئيس الكلمات للنائبة نجو كوكوس عن فريق الأصالة والمعاصرة سيد رئيس مجلس النواب سيد رئيس الحكومة سيدات والسادة الوزراء السيدات والسادة النواب يشرفني أن أتكلم اليوم وأن أتناول كلمة بإسم فريق الأصالة والمعاصرة بمناسبة هذه الجلسة الدستورية الأولى في إطار الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة لنسجل بأننا نعيش كمغاربة على إيقاع انتظار نتائج ملموسة لعمل الحكومة في ظل تقل الملفات الحارقة التي شكلت دافعاً موضوعياً في العديد من المناسبات لتدخل جلالة الملك للتنبيه إلى عواقب سوء التدبير الشأن العام الوطني وعدم التقائية ونجاعة السياسات العمومية والمغاربة اليوم متطلعون إلى نجاح هذه الحكومة فيما فشلت فيه سابقاتها خاصة على مستوى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ومنتظرون من أدائكم تحقيق نتائج كثيرة بتبديد كل مظاهر الاحتقان الاجتماعي ومترجمة للرغبة في إعادة ترتيب الأولويات المستعجلة للمرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا في ميدان العدالة الاجتماعية وإنعاش الاستثمار المنتج للطروة والتشغيل وعلى ذكر الاستثمار المنتج للطروة وفرص الشغل نؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الحكومة عازمة على إحداث طورة في هذا المجال ولعل القرار الأخير الذي اتخذته والمتمثل في المصادقة على 13 مشروع استثماري بقيمة تفوق ملياري درهم خير معبر عن الإرادة السياسية القوية لهذه الحكومة للبحث الجادي والمسؤول عن مناصب الشغل ونتمنى أن تحرص الحكومة في المستقبل على العدالة المجالية بخصوص الاستثمارات الجهوية مع إعطاء الأولوية للجهات المتضررة لسنوات فارطة طويلة وخصوصاً العشر سنوات السابقة وما يتوقعه المغاربة من هذا المجهود الاستثماري الأولي هو العمل اليومي والمستمر لضمان نوع من الالتقاء في السياسات العمومية بما يعزز شروط النجاعة الاقتصادية والاجتماعية وبما يوفر ظروف تحقيق نسب تنفيذ مطمئنة ونحن مقتنعون بأن لمكونات الأغلبية الحكومية الإرادة السياسية القوية من أجل برورة خياراتها والرؤية الاستراتيجية لتفعيل مقتضيات الدستور في مختلف مجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفي التطبيق العادل للقانون وفي التفعيل الملموس لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي الحازم لمظاهر الريع والفساد وتفعيل مخطط ركائز الدولة الاجتماعية وكذا الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب والمضاربة في الأسعار بما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين سيد رئيس الحكومة إننا متيقنون من تفهمكم لبعض أشكال الاحتجاجية والتفاعل مع إقالة اشتغال الحكومة من طرف المواطنات والمواطنين ونحن متأكدون من قدرة الحكومة على التعاطي مع مشاكل بعض القطاعات ذات الأولوية سواء على مستوى تعميم تغطية الاجتماعية والحماية الاجتماعية أو على مستوى دعم الأسر في وضعيتها الشاشة وعلى مستوى توفير شروط رعاية صحية جيدة تصون كرامة المواطن وكذا على مستوى الارتقاء بالمدرسة العمومية لتكون مجال إنصاف للجميع في إطار الالتزام الصادق لمكونات الأغلبية بتفعيل ورش الحماية الاجتماعية كأولوية ملكية خاصة إن هذه الولاية ستشكل من دون شك قفزة نوعية في توسيع التغطية الصحية الإجبارية والوقاية من الفقر والتخفيف من حدته والصمود في وجه التحقيات الاقتصادية والاجتماعية على رأسها تلك التي سببتها جائحة كورونا ولن يتأتى ذلك في نظرنا إلا بالحكمة الضرورية في إعمال مخطط ركائز الدولة الاجتماعية بالسرعة المطلوبة ولكن أيضاً بالنجاعة والإنصاف اللازمين ولا سيمة بالنسبة للعالم القروي والجبلي سيد رئيس الحكومة يمكننا التأكيد على أن الحكومة ستتعمل بجد على التقليص من تفاوتات الاجتماعية الموجودة خاصة وأنها اشتغلت على تحديد مؤشرات واضحة لإرشادي ورصدي التقدم المنشود سواء على مستوى الإنعاش الاقتصادي والشروع في تتبيط ركائز الدولة الاجتماعية وتجويد نظام الحكامة في التدبير والتسيير أو على مستوى الجرأة السياسية في اتخاذ قرارات حازمة إزاء القضايا الشائكة وإذا كان عيد التدبير السابق للشأن العام يتمثل في غياب التوجه الاجتماعي في السياسات العمومية بصفة عامة وفشل ذريع في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بمؤشرات ملموسة وعدم القدرة على إعادة ترتيب الأولويات المستعجلة فإن الحكومة الحالية يجب أن تحرص كل الحرص على أن تكون السياسات العمومية منضبطة لما ينص عليه الدستور من حقوق اجتماعية ومفعمة بترسيخ الجانب الاجتماعي في بعده المجالي ومساهمة في بلورة منظور جديد للاقتصاد والتنمية الاجتماعية وهذا ما سيؤدي حتما إلى إحداث تغيير إنجابي على كافة المستويات ويساهم خاصة كأولوية قصوى في استيعاب خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين وليس بغريب على الحكومة أن تكون قد انتبهت إلى عنصر حاسم في هذه المعادلة حين ركزت على إيجاد الوظائف ومناصب الشغل وإحداث المقاولة بكل أنواعها كسبيل مضمون للتصدي للفقر على أساس مستدام كما أنه ليس بغريب أن تكون إحدى ركائز برنامجكم الحكومي الاشتغال على تعزيز مقاومات الدولة الاجتماعية وتوجهكم نحو تجاوز منطقة النميق الخطاب والإنكباب على تخصيص ما يناهز 9 ملايير درهم إضافي مخصصة لأولويات التشغيل والصحة والتنمية في ميزانية 2022 منها 3.5 مليار درهم موجهة لدعم تشغيل الشباب سواء الذين فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة ولديهم صعوبات في توفير موارد مكملة للقروض الممنوحة في إطار برنامج انطلاقة الذي تم تعزيزه ببرنامج فرصة كإحدى الآليات المصححة لنقائص التجارب السابقة وفي هذا السياق يأتي تعزيز ركيزة الدولة الاجتماعية بإجراءات أولية ودالة وذلك من خلال تخصيص الحكومة لمبلغ 250 مليون درهم لتقوية بنيات الاستقبال دور الحضانة للأطفال دون سن الرابع خاصة في مجال الأحياء الهامشية والقرى لتمكينهم من التعلم منذ سن مبكر وكذلك لتشجيع الاقتصادي والتمكين الاقتصادي للنساء الذي يوصي بالرفع من نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 45% بدل 22% المسجلة حاليا سيد رئيس الحكومة على الرغم من الخصاص المهول في موارد البشرية بالوظيفة العمومية التي خلقته طرق تدبير الحكومة السابق فالحكومة ماضية بتدرج في مسار العمل على سد الخصاص وتوجيه التشغيل ليستجيب للضوابط القانونية المؤطرة للشغل ويتلاءم مع المعايير الدولية وهو ما يدعو للإطمئنان بتوجه الحكومة نحو تطوير الميزانيات الفرعية وتوزيع الاعتمادات المالية حسب الأولويات المحددة والمشاريع المعتمدة وهو ما سينعكس إيجاباً على تطوير نموذج التربوي والاهتمام بالعنصر البشري وتحسين العرض التربوي وتعزيز الأنشطة الموازية والمندمجة وأنشطة الرياضة المدرسية والجامعية خاصة أن تسخير الموالد الضرورية التي حضيت بزيادة مقارنة مع سنة 2021 ستساهم في تسريع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر واهتمام أيضاً بالعاملين والفاعلين في مجال الثقافة سيد رئيس حكومة لابد من الوقوف وقفة تقديري للحكومة التي عملها على تخصيصي 23 مليار درهم لودام وزارة الصحة والحماية الشمائية وأيضاً وتهدف هذه التدابير إلى المساهمة في ضمان مولوج جميع المواطنات والمواطنين للعلاجات وتركريس الحق في الصحة كما هو اللي يتنعملوا بها بما فيها ماذا يعني؟ ماذا ستنعمل شهر بشهر؟ ماذا سنعمل شهر بشهر؟ سيد رئيس الحكومة كمان علم جميع إن الراعي الأمير دولة اجتماعية وجالة المالك في تحديد مصادر وغيرها السيد الرئيس الحكومة اليوم تجاوزا لما جاء في جوابكم سوف أركيز على النقاط التالية تشغيل تعليم الصحة وتكلفة المعيشة في تلال أول جملة كلمته لها السيد الرئيس الحكومة قلتوا بأننا نحن لاحسبوا بالنسبة لكلفات الإصلاح نحن النجاح ونجاح كورا نجاح المغربة إلى غير ذلك ولكن في نفس الان الآن كان واحد العداد ديال التساؤلت مع الأسف في خصوص تشغيل لمن نسبس أنكم تتوفرون عن سياسة لتشغيل سياسة واضحة المعالم بل الأمر يتعلق بعناوين فرصة أمل خلال خمس سنوات يقسمنا ثم تقريبا خمسة وثلاثين ألف مقاوين في ذاته شكرا بغياب القوى الإرادية لإنتاج فرصة الإضافية وطبعا اللي مساعد الحكومة الجديدة في هذا الإقار في نهية وشف أوراش أوراش سمح بغياب القوى الإرادية بغياب القوى الإرادية مجلسة وشف أورا مجلسة مجلسة إرادية إرادية اثم وشف أورا اثم السعادة بغياب القوى الإنسان ستصل فهذا الشيء كي غادي يوقع تنتمنى و باشه طبعا هاد العاملية جا تقرب المواطن شوية بعد الدفء بعيدا كل الاعتبار طبعا سياسي ولا غيره وفهد الاطار كذلك راتيب قوتي الترحوب وحد لعدة الساؤل بحيانا انت سعيبا اليوم عندنا في الموضوع تشغيل ستاة المليون المغربة ما عندهم لا ديبلوم لا حرفة ما قارين ما عندهم هادو شغانديرو بيهم كيادينديرو نعونوهم وشغانعونوهم في المئتين اقل فرصة الامل طبعا عندنا مطلقون شغانديرو مؤجزة وغتحلو المشاكيب كاملة راتقل فقط ستكون مهما اعتمدنا فقط نتاعيش لي غادي هادو كل يغشو يمكن غا تكون مساعدهم غا سبع شبادة باشخدار الباك غا سبع شخدال الاساس واليوم غا انتم بخير هادو شغانديرو مؤجزة بحيث ستكون بحيث ستكون ستكون تكون اتكون في اطار مندومة متكاملة ستكون لماذا لا نهود عند عمر الخمسة واربعين والعام الذي من بعد الاربعين والعام الذي من بعد ثمانية وثلاثين ونوقفه عند خمسة وثلاثين لماذا؟ لديه الفرصة الاموالين الدكتوراه رابي دوند بغير شيء استثناءات قليلة الدكتوراه يجب أن يأخذ أقل من ديك ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثين سنة ثم أصحاب المستر بالنسبة للموضوع الصحة الموضوع الصحة المشكلة بعدها لا نهدر على الارث لا نقوم بساعده على بعض يدنا من عام 1990 نحن تنركم خصاص في الأساتيذة هو الذي جابنا التعقب تنركم خصاص في الأطباء في الممرضين إلى غير ذلك نحن الذي تنتظر اليوم من الحكومة والذي تنتظره من الجميع هو التعاون من أجل الحكومة مولون مناسبة ممتنة قد الميزانية ديالنه دابا نحن في حاجة 30 ألف طبيب أشخصنا نديره المدارس ديالنه نحن نغوفكاد 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 لماذا؟ 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 ترجمة نانسي قنقر لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السيد الرئيس الحكومة نحن متفائلين معك هذا المنظر من الوزراء الذين يحضروا معك لا يمكننا أن نرى وهذا واحد البداية متميزة لهذه الحكومة إن شاء الله الخير أمام اليوم أول جلسة دستورية لمسألتكم كرئيس الحكومة أغلبية هذه الحكومة أفرزتها سناديق الاقتراع ديال 8 شتنبير 2021 هذا الاقتراع الديمقراطي الذي أعطى لأول مرة تتوفر على عدد كبير من نقاط الديمقراطي ترجمة نانسي قنقر وفق الفين وسبعة وعشرين ستة وعشرين أنه يضمن واحد المدخول شهري. تجعل الاستثمار في المسحات والصناعات الأدوية والخدمات الطبية بغينات تستثمر وتتلع في الناس الذين يعملون في القطاع الصحة من أطباء وصيادلة وممرضات وممرضين وكل الأثور الطبية.